أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوائل حدث نخصصها للحديث عن مستجدات الوضع السياسي في اليمن في ظل انعقاد جلسة مجلس الأمن وأبعد التوتر الحاصل بين الحكومة والمبعوث الأممي مارتين جريفث حث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث جميع الأطراف المتحاربة على تخفيف التوتر وتسليل وصول المساعدات للمدنيين وقال جريفث في إحاطته التي قدمها إلى جلسة مجلس الأمن اليوم إنما خطر العملية السياسية في اليمن كبيرة في ظل استمرار العمال القتالية في الحديدة وغيرها من المحافظات وأكد التزامه الشخصي بالسعي من أجل عملية سياسية حيادية مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن في السياق ذاته قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارك لوكوك إن القتال في اليمن هذا العام أدى لنزوح العديد من العائلات ومقتل العديد من الأطفال في هذه الحلقة من زوائل الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين ماذا يمكن أن تقدمه مقررات مجلس الأمن لحل الأزمة في البلاد وإلى أين يتجه المسار السياسي في ظل التوتر الميداني والتعقيدات الحاصلة نتابع التقرير التالي ومن ثمن عودة بدء النقاش في ظل توتر والتباس بالعلاقة ومضيها نحو القطيعة بين الحكومة والمبعوث الأممي مارتين غريفتس واتهام الحكومة للمبعوث بالإنحياز لطرف الحوثيين تعود التحركات الدولية لبحث إمكانية إعادة المسار السياسي جلسة أخيرة لمجلس الأمن ناقش تطورات الأوضاع في اليمن استمع فيها إلى إحاطة جديدة لمبعوث مارتين غريفتس وإحاطات كل من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوب والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي إحاطة غريفتس الأولى بعد مقاطعة الحكومة الشرعية له وبعد عودة التعامل المباشر بين الجانبين إثر وصادة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ومنحها ضمانات شفهية للرئيس هادي بعدم حدوث أي تجاوزات تعيق مسار السلام لكن التهديد القائم في منطقة الخليج جراء صواريخ الحوثية التي وصلت إلى مطار أبهى السعودي كان لها انعكاس آخر في الدوائر الدولية حيث قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش رسالة إلى مجلس الأمن عبر فيها عن قلقه من انعكاسات سلبية للتوتر في الخليج على الأزمة اليمنية مراقبون رأوا أن غوتريش تجاهل الإشارة في رسالته إلى تبادل إطلاق الأسرى وفك الحصار عن تعز وركز على التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق في الحديدة من حيث وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار والانسحابات المتبادلة من مدينة الحديدة الأمم المتحدة وفي وقت سابق طالبت تمديداً ثانياً لفريقها الأممي في الحديدة وهو ما قُبل بالعرقلة من قبل ميليشي الحوثي في منح أذون لدخول الفريق محاولات عديدة إذن لإعادة المسار السياسي الذي لا يبدو أنه يمضي نحو الاتفاق الكلي بحسب مراقبين وذلك جراء العرقلة المتواصلة وعدم إدراك الدوائر الدولية بطبيعة وجذور الصراع اليمني وأسبابه أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوائل الحدث كما أجدد رحب من ينضم إلينا من صنبول مستشار وزارة الإعلام سيد عبد السلام محمد أهلا بك سيد عبد السلام إذن المبعوث الأممي عندما يحذ جميع الأطراف المتحاربة على تخفيف التوتر وتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين عندما يقول إن مخاطر العملية السياسية في اليمن كبيرة في ظل السمرار الأعمال القتالية في الحديدة وغيرها من المحافظات ويؤكد التزام الشخصي بالساعي من أجل عملية سياسية حيادية مع الاحترام الكامل للسيادة اليمن كحكومة ما الذي تفهمونه من ذلك خاصة بعد التوترات التي كانت موجودة مع جريفث تحديدا أنا للأسف لم أستضف ليكون ناضج باسم الحكومة إطلاقا أنا استضفت باسم رئيس مركزة بعاد وليس لإذن بالحديث عن الحكومة نابة عن الحكومة طيب في هذا السياغ طيب إذن سيد عبد السلام محمد كيف تنظر إلى واقع حاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن أنا أعتقد أن الوضع في اليمن تعقد أكثر منذ فرض توقيف العملية القتالية في الحديدة على أساس اتفاقيات جزئية صاغها مبعوث الأممي العام المتحدة في اليمن وهذه الاتفاقيات الجزئية للأسف أخلت بالهدف الأساسي لتوقيف الحرب والبدء في عملية السلام وهذه التعقيدات زادت بشكل أكبر حين وجد الحوثيين أنفسهم يلعبون في الميدان الأسكري لوحدهم مع توقف كل الجرهات القتالية لدى الجهات الأخرى سواء التحالف العربية والشرعية إلى جانب أن هذه الفترة شهدت ضغوطة أمريكية على إيران وهو ما أعلن الحوثيون أنهم كجزء أو كذراع أساسي لإيران من خلال أعمالهم وعملياتهم التي أعلنوا عنها المتضمن 300 هدف لتخفيف الضغوط على حليفهم إيران وهذه مسألة خطيرة جدا أي نقلوا الأحداث من وضع محلي إلى وضع إقليمي ودولي بينما الأمم المتحدة أعتقد أن التفاهمات مع الحركة الحوثية كجماعة محلية يمنية وليست كجماعة تتبع استراتيجيات إقليمية ودولية طيب يعني الآن الحديث عندما يتحدث الجرافز على أن لاحظ أن الحكومة لديها المرونة في التعاون أو الانخراط في تأييد الاتفاق ويتحدث أيضا أن الحكومة أبدت استعدادها للتعاون الكامل في جهود حل السياسي وكذلك يقول أنه يتطلع إلى استمرار عمله أو انخراطه مع الرئيس عبد ربو منصر هادي حكومة اليمن وأنصار الله الحوثيين لاستكمال تنفيذ الاتفاق ما الذي نفهمه بهذا السياق برأيك أنا باعتقادي أن الحكومة أخطأ خطأ فادح في الذهاب إلى حل جزء لموضوع أو فضية أو حالة الحديدة فيما بقيت بقية الملفات كلها مفتوحة خاصة ملف المعتقلين والأسراء والمختططين وملف آخر يتعلق بالألغام هذا ملف أخطر بكثير من أي ملف آخر وأيضا إلى جانب الملفات اللقاء ملف تعز وتحركات الحوثيين إلى المحافظات الجنوبية هذه الملفات هي مهمة يفترض أن تكون فيها أن تبدي الحركة المحافظية حسن نوعية حتى تستطيع الحكومة أن تتعامل معها كحالة ندية في عملية السلام ولكن للأسف يبدو أن الحكومة رضخت برغوطات التحالف العربي وجعلها توافق على الانتقراط في عملية السلام دون ربط هذه الملفات كلها مع بعض لتكون ملفات حسن نواية لبدء عملية السلام ما يعني أن هناك أهداف للتحالف أخرى مختلفة ربما عن أهداف الحكومة اليمنية وللأسف عندما جرجرت الحكومة إلى ذلك انكشف الغطاء أكثر وظهرت الحركة الحوثية أكثر تنمرا على الحكومة اليمنية فيما استفاد التحالف العربي أن أظهر الحركة الحوثية كذراع الإيران وأن الحرب مع الحوثية أو العمليات التحالف في اليمن هي بالأساس ترتبط مع ملف مواجهة إيران في المنطقة أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد عبد السلام محمد ورحب بمن ينضم إلينا من الرياضة المحللة السياسية سيد عبد الرحمن المرشد سيد عبد الرحمن كيف تنظر إلى طبيعة التحركات الدولية لمجلس الأمن فيما يخص الوضع في اليمن هل ستثمر هذه التحركات عن شيء؟ طبعا نعرف أن الآن العصابات الحوثية الإيرانية كلها حقيقة ليس لها عهد وليس لها نفاق وسبقا دخلت في ست مشاورات سابقة ولم تلتزم بأي مشاورة طبعا التحالف العربي والشرعية اليمنية بينهم توافق وإنسجام تام على الكثير من المواضيع وطبعا نعلم أنه عندما ذهبوا إلى ستوك هولم كان هناك العديد من المشاورات أو العديد من الاتفاقيات التي تطلقها على أرض الواقع ولكن العصابات الحوثية لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه طبعا الأمم المتحدة عشان يكون واضحين ويكون صادقين كان هناك نوع من التعاون أو كان هناك نوع من الممالأة يعني الممالأة للعصابات الحوثية طبعا يفترض أن يكون هناك أكثر حجم يفترض أن يكون هناك أكثر حقيقة قوة في تطبيق هذا الأمر أنا أعتقد الآن أنه الخطاب السياسي بالنسبة لي الرئيس اليمني وما تم في الفترة السابقة من إرسال خطاب من فخامة الرئيس اليمني بهذا الخصوص وأيضا عندما تحدث المتحدث الرسمي لقيادة قوات التحالف وذكر أن الأمم المتحدة قدمت أكثر من 20 مركبة للعصابات الحوثية وهناك أكثر من المتحدثين حول هذا الموضوع طبعا عندما ذكر ضيفك الكريم وذكر أن هناك اختلاف بين الشرعية والتحالف طبعا الاختلاف غير موجود الاختلاف مع الاختلاف موصعي بالعكس أن هناك توافق هناك انسجام وكلنا نعلم تمام العلم أن العصابات الحوثية الإيرانية أساسا هي تقدم أجندة إيرانية هي جاءت حقيقة إلى اغتصبت السلطة في اليمن بأجندة إيرانية وهي براع إيراني وما تقوم في حقيقة كل حقها بعوامل إيرانية وأنا متأكد طبعا والكل يعلم أنه لو إيران لا تقدم الدعم لهذا العصابات لا سقطت ثاني يوم فلذلك هي أساسا عصابات حوثية عصابات إيرانية تقدم أجندة إيرانية طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد عبد الرحمن أعود إليك سيد عبد السلام محمد فيما يتعلق بأن التركيز خلال الفترة الماضية كان على ملف الحديدة كان هناك تجاهل الحديث عن ملف الأسرى والمعتقدين أيضا مسألة تفاهمات تعز ربما جاء جريفث وقال أنه كان من المحزن عدم وجود تقدم فيما يتعلق باتفاق الأسرى والمعتقدين لكن هل تتوقع أن تتحرك أن تتحرك هذه الملفات خلال الفترة القادمة ملفات المعتقدين والمختططين باعتقادي أنها عندما تم التعامل معها بشكل قبلي أفضل بكثير من التعامل من خلال الأمم المتحدة من الواضح جدا أنه كان هناك تبادل المختططين والأسرى خاصة وأن أغلب المدنيين الذين تم إخصطاتهم قبل الحلوثيين لم يقل لهم سلة بالمسائل العسكرية والحربية على الأرض بينما كل الذين تم اعتقالهم كأسرى حرب من قبل الشرعية من الحلوثيين هم أسرى حرب في المعارض بالتالي كان هناك نوع من الانفتاح من ناحية القبلية حتى جاء هذا الاتفاق وتم ربط ملف الحديدة دون التأكيد على هذا الملف البدع به كحسن نوايا وتم تهميش هذا الملف بدأ الحلوثيون يتعنتون في هذا الملف أكثر بل أصبحوا يختطفون مدنيين آخرين إلى جانب المدنيين الموجودين لديهم وأيضا بدأوا يبتزون هؤلاء المختططين بالأموال وبدأوا يتعاملون مع كثير من المعتقلين والمختططين لديهم معاملات قاسية أدت إلى وفاة البعض منهم تحت وضع التعذيب وأدت إلى إصابة البعض منهم بأمراض مزمنة مثل الشبل وغيرها إلى جانب أن المختططين الموجودين لديهم الآن ليس لديهم أي حقوق وربما زادت عن طلحوثيين في منعهم من حقوقهم الأساسية كمعتقين أو مختطفين سواء من ناحية الملبس أو الإلاج أو الأكل الشرب أو زيارات الأهل والأقارب أو الاتصال أو حق الحصول عن معلومة حولهم كل هذا الأمر أو زيارات من وضمات الحقوقية كل هذا أصبح أكثر تعاملتاً لدى الحزين بعد ربط هذا الملف للحديدة دون الضغط من المجتمع الدولي بأن يتم البدء بالملف الحقوقي لبدء حص النوايا مرة أخرى جاء أنت تفضل بالبقاء معي سيد عبد السلام محمد أعود إليك يوستاذ عبد الرحمن المرشد عندما تتحدث على أن التحالف الحكومة ليس بينهم تبايونات أو هم على توافق لكن الآن هناك موقف كان معلن من قبل الشرعية اليمنية تجاه المبعوث الأممي لكن التحالف لا يبدو أنه قدم مواقف معلنة مماثلة تدعم الحكومة في موقفها هذا من مارتين جريفت لماذا برأيك؟ هل هناك أي تصريحات من قبل مثلا وزراء خارجية دول التحالف أو مسؤولين فيها يدينون أو يهاجمون جريفت؟ نعم أسمعك تفضل نعم متحدث قوات التحالف قبل تقريبا أعتقد يومين أو ثلاثة أيام ذكر أن الأمم المتحدة وذكر اشتغرابه واشتنكاره لهذا الأمر عندما ذكر أن الأمم المتحدة قدمت 20 مركبة للحوتيين طبعا تحت مسمى لنزع الألغام وطبعا يبدأ استغرابه هذه قوات تعتبر هذه ميليشية انقلابية كيف تقوم الأمم المتحدة بتقديم 20 مركبة لهذه الميليشيات الانقلابية طبعا ما يتم الآن في الحديدة والذهاب إلى المشاورات والاتفاق حقيقة على العديد من الأمور والاتفاق في الجانب العسكري الاتفاق أيضا في الجانب الإنساني الجانب الإنساني هذا الآن اللي يتم تحت اللي يقوم فيه التحالف وبالذات نحن نتحدث عن مركز الملكسلمان الغاتي هذا يتم طبعا كيف بالتنسيق مع العديد من المنظرات الأممية ويتم بالتنسيق أيضا مع الشرعية اليمنية لا يتم شيء إلا باتفاق وتفاهمات مسبقة يعني شوف بالنسبة إذا كانت والله العصابات الحوتية لا تتفق ولا تنتزل فهذا لا يعني أن هناك والله تباينات بين الحكومة الشرعية وبين قوات التحالف لكن أنا أتحدث عن مسألة أخرى عن مسألة الدعم السياسي أمام يعني هناك تجاوزات يتحدث يتحدث مسؤولون حكوميون كثيرون وهناك رأي عام كبير إلى حد ما في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف إلى آخره على أن المبعوث الأممي ينحاز للرؤية البريطانية ينحاز إلى الحوثيين فيما يتعلق في الحل السياسي في اليمن لكن ليست هناك تصريحات متناسقة مع هذا المسار من قبل المسؤولين السياسيين وهناك خطين تحت سياسيين للتحالف طبعا شوف يعني أقول لك حاجة الآن نحن لما نتحدث عن المتحدث العسكري لقوات التحالف هذا يعتبر هو المتحدث الرسوي باسم قوات التحالف وذكر طبعا زيما قلت لك أنه استغراب ومن تقديم العديد من المركبات للعصابات الحوثية هذا طبعا يواكد أن هناك انسجان تام ويواكد استنكاره لما تقوم فيه الأمم المتحدة أضف إلى هذا أن الشرعية اليمنية هي المعينية بشكل مباشر في هذا الأمر والعكس الشرعية اليمنية لم يكن هناك حديث واضح وحديث حقيقة أنا أكبره تغير في الخطاب السياسي اللي منطقة بسيطة عندما وجه طبعا فقامة الرئيس عبد الربوهادي خطابا إلى المتحدة بخصوص هذا الموضوع أضف إلى ذلك أنه نائب الأمين العام الأمم المتحدة عندما حضر إلى الرياض واستقبله فقامة الرئيس ونائب الرئيس وتحدث حول هذا الموضوع وأكد لهم حقيقة أن الأملية السنية ستجري بشكل جيد وإن شاء الله سيتم تطبيق الاتفاق في الحديدة بشكل عاجل وبشكل قريب أعود إليك سيد محمد عندما نتحدث عن المستقبل المنظور لاتفاق ستوكهون ما الذي ترى؟ أنا أعتقد أن أتفاق بكهم كأساس حسب ما أرادة الحكومة وأرادة الحوثيون انتهى تماما ومات ولكن هناك رؤية أخرى تتعلق بالمجتمع الدولي البريطاني والأمريكيين وهو سحب الميناء الحديدة من قبل إلى يد مجتمع الدولي بعيدا عن الأطراف كامل أتوان الشرية أو الحوثيين وهذه أشكالية كبيرة جدا ما يعني أن جزء من القضية اليمنية أيضا خرج عن الإطار رؤية التحالف العربي التي جاء من إلا وهي استعادة الشرية استعادة الدولة وإنها الإنقلاب هذا الأمر أيضا يدفعنا إلى تحليل ماذا يريد التحالف العربي في اليمن الآن هناك مسجدات كثيرة خاصة ما يتعلق بالتصعيد الحرب مع إيران يبدو أن التحالف العربي وضع هدافه كلها في سلة ما يتعلق بإضعاف وهزيمة إيران في المنطقة ولم يعد المسألة هزيمة الحوثي في اليمن بالنسبة له وربما يرى أن الحوثي إذا خبع خضوعا كاملا لدول الخليج والتحالف العربي يمكن التفاهم معه في اليمن لو لا أن الحوثي أصبح حركة برئية إيرانية مستوط بإيران بشكل كبير جدا لم يعد مناسب له أن يرتبط بدول التحالف أو دول الخليج أيضا هذا الهدف يتناقض مع هدف الحكومة اليمنية وهو إنهاء الإنقلاب وإنهاء الحركة الحوثية ما يعني أن المستقبل القادم أن التحالف قد يقبل بحالة انتقال شارك الحركة الحوثية فيها كقوة موجودة على الأرض في صنعه مع عملية تغيير سياسي للجيادة التي يتم التفاوض معها ومن ثم تبدأ عملية انتقال يتم من خلالها تقاسم الوضع في اليمن وهذا الأسف أمر خطير ما يعني أن الهدف الأساسي لدخول التحالف إلى اليمن هو تشل وإنما هم يشعرون أن هناك أهداف بالنسبة لهم تتعلق بالحرب على إيران حتى الحرب على إيران قد لا تذهب إلى ما يريده إخوانا وشقانا في الخليج قد تذهب إلى تصريد كاذب للتزاز والفصول على الأموال ومن ثم بعد ذلك يتم التفاوض مع إيران في المنطقة واتقاسم مع النسوط أشكرك رئيس مركز بعد للدراسات سيد عبدالسلام محمد كنت معنا عبدالهاتف من الصنبول بعودة إليك سيد عبدالرحمن المرشد يعني الآن في ظل الحديث عن التعقيدات السياسية والترات ما بين المبعوث الأممي والحكومة وما وراء الكواريس أيضا برأيك هذه المرة هل سيكون هناك دعم من قبل يعني التحالف العربي دول الرباعية بخصوص اليمن للحكومة الشرعية في مواجهة ميليشية الحوثي التي يبدو أنها تتغذى مما يحدث إقليميا ونحن نرى أن هناك توترات إقليمية في مضيق هرموس طبعا يا عزيزي التحالف منذ بدء عاصبة الحزم وهي يقدم الدعم الكامل للشرعية اليمنية الشرعية اليمنية كنا نعلم أنه في السابق أو معنى صح اليمن كاملا كاد أن يسقط في عيدي العصابات الحوتية الإيرانية ولكن عندما قامت عاصبة الحزم وقامت التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم الكامل والمساندة للشرعية اليمنية الآن نحن نتحدث والله الحمد لله أن سيطرة على 80% من 80% من الأراضي اليمنية هذا ماذا يؤكد؟ يؤكد أن هناك دعم كامل أضيف له هذا الدعم كامل في جميع المجالات يا سيد الكريم الدعم كامل في مجال العسكرية ماذا عن المستقبل سيد المرشد؟ المستقبل ان شاء الله نحن بإذن الله نتفاعل خير ونتعشهم خير بإذن الله ان شاء الله أنا متأكد بإذن الله وإن كان البعض يعتقد أن أمد الحرب طال قليلا إلا أننا ان شاء الله نتعشهم بإذن الله ونفرح إن شاء الله قريبا أن يتم تحرير بإذن الله كافة ترجاع اليمن للعصابات الحوتية الإيرانية طبعا تم الحديث مرارا وتم التذكير مرارا أنه المتحالف لم يقبل بأي ميليشيات خارج إطار الدولة فلذلك أنا إن شاء الله متفاعل خير ومتعش وخير بإذن الله أنه يتم تحريب كافة أرجاع اليمن ويعود اليمن للاحظناه الطبيعي طبعا يجب أن نؤكد حقيقتنا الآن أن الميليشيات الحوذية الإيرانية عاثت في أرض الإيمان فسادا يعني أنا حسب العصاعة الرسمية قامت بنشر أكثر من مليون لغم في الأراضي اليمنية عند المساجد وعند المدارس وعند الجامعات قامت أيضا بتهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب ونشر أكثر من 150 ألف لغم هدد حرية التجارة وهدد حقيقة الكثير من المصالح الدولية فلذلك هذه المشكلة ليست حقيقة مشكلة متعلقة بمسألة إقليمية إنما تحولت إلى مسألة دولية فلذلك إن شاء الله أنا متفاعل إن شاء الله بإصرار الشرية اليمينية وإصرار التحالف إن شاء الله أن يكون هناك بإذن الله نصر قريب وتحرير كامل لكافة أرجاع اليمن الشقيق بإذن الله شكرا لك المحلل السياسي سيد عبد الرحمن المرشد كنت معنا عبر الهاتف من الرياض أشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنساط في ختمة الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقة من العمل الفني والتحريري إلى اللقاء اشتركوا في القناة